اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ان مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تول اهتماما بالغا بتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات الواعدة وذات الاولوية وبالأخص قطاع الخدمات المالية باعتباره احد اكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي مشيرا معالي لما يتمتع به هذا القطاع من مقاومات جاذبة للاستثمار اهمها الكوادر الوطنية المؤهلة لافتا الى حرص الحكومة برئاسة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة العمل على خلق مزيد من الفرص التي تسم في تعزيز مهارات الكوادر الوطنية العلمية والعملية وبخاصة في المجالين المالي والاقتصادي واشار معالي لحرص المملكة على تنمية المقاومات الداعمة لقطاع الخدمات المالية بما فيها تهيات البنى التحتية الرقمية ودعم التكنولوجيا المالية القائمة على الابداع والابتكار جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني لدى حضوره حفل تخريج دفعة 2024 من حملة شهادات المحلل المالي المعتمدة حيث تفضل معالي بتكريم الخرجين وتسليمهم شهادات التخرج وهناهم بتحقيق هذا الإنجاز الأكاديمي واشار معالي إلى الدور الهام الذي تطلع به المؤسسات المالية المهنية المتخصصة ذات الدفع العام في بناء القدرات واكتساب المعارف والمهارات الأساسية للكوادر العاملة في المجال المالي والمصرفي إلى جانب تزويدهم بالخبرة الكافية في هذا المجال بما يسهم في تطوير مكانة المملكة كمركز مالي رائد من جانبها شهد سيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي بالجهود المتميزة التي تبدلها جمعية البحرين لأخصائية الاستثمار في مضاعفة عدد حملة شهادات المحلل المالي المعتمد مبينا أن هذه الجهود تساهم بشكل كبير في تطوير معايير الاستثمار معايير الاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية للبحرين كما عربت السيدة هالة عليتيم رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني عن الفخر والاعتزاز بدعم مثل هذه البرامج والمبادرات الرائدة التي من شأنها أن تسهم في تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية ورفع المستوى الاحترافية في القطاع المالية في إنجاز أكاديمي جديد يأتي حفل تخريج دفعة عام 2024 من حملة شهادات المحلل المالي المعتمد ليؤكد الدور الهام الذي تطلع به المؤسسات المالية المهنية المتخصصة في بناء القدرات واكتساب المعارف والمهارات الأساسية للكوادر العاملة في المجال المالي والمصرفي إلى جانب تزويدهم بالخبرة الكافية في هذا المجال بما يسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي رائد طبعاً شهادة السيافي هي شهادة عالمية معروفة أنها تعتبر المعيار في الامتياز حق المتخصصين في قطاع الاستثمار وفي القطاع المالي نحن فخورين جداً بعدد اللي عندهم شهادة السيافي في البحرين وإحنا أعضاءنا في الجمعية يبلغون أكثر من 270 تمكنت جمعية البحرين لأخصائي الاستثمار أنها تحقق المركز الثالث من حيث العدد على مستوى المينا ريجن وطبعاً اللي معاننا الأعضاء في الجمعية معروفة عنهم أنهم يتميزون بمستويات عالية من الاحتراف مستويات عالية من الأثيكس والإنتجريتي ومعروفين بقدراتهم في التحليل المالي وكذلك في تقييم المخاطر تلعب الجمعية البحرينية لأخصائي الاستثمار دوراً في تمكين الكوادر البشرية من المحللين الماليين وصقلهم بالمهارات اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل إلى جانب تبني الخطط والبرامج التي تسهم في التطوير المخرجات المتخصصة في مجال التحليل المالي يا بنك البحرين الوطني نحتز بكل شريك استراتيجي لتطوير الطاقات الشابة في الغطاع المالي واليوم نفتخر بتكريم كوادرنا الوطنية وحصولها على شهادة الـ CFA المرموقة وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق ونتطلع لدورهم الفعال في خدمة مملكتنا شهادة CFA محلين الماليين المعتمدين هي شهادة دولية تعطي الطلاب والمخرجين المحارات المطلوبة لاستثمار وإدارة الأدوات المالية في أسواق المال هذه المهارات وتفتحهم الباب لدخول في مجال الاستثمار والقطاع المالي والمصرفي تعكس هذه الشهادة الالتزام بتنمية رأس المال البشري وتطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين لمواكبة متغيرات القطاع المالي والاستثماري ومعايير التدريب المحلية والعالمية نحن اليوم في فعالية الـ CFA Charter Award حيث نحتفي بإنجازات الأفراد الذين أظهروا التزاما بالمعايير المهنية العالمية في القطاع المالي هذه الشهادة تمثل رمزا للتميز والاحتراف وتعكس دورها المهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين